نيابة عن الشعب يجري نواب في البرلمان العراقي اليوم حراكا متصاعدا لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين التي وردت في موازنة 2021 والتي أثارت الكثير من الجدل في صفوف الأوساط الشعبية وهذا ما دفع أعضاء في اللجنة المالية النيابية إلى محاولة إلغاء هذه الاستقطاعات في وقت تحدث فيه خبراء في القانون عن عدم إمكانية فرض ضريبة على الرواتب كونها تحتاج إلى قانون يسند هذه الاستقطاعات في المقابل أكد أعضاء في اللجنة القانونية النيابية أن البرلمان العراقي غير قادر على إلغاء الاستقطاعات الضريبية المفروضة على رواتب الموظفين كونه لا يمتلك الصلاحيات الكبيرة في إجراء المناقلات إذ أن صلاحيات البرلمان لا تتجاوز العشرة بالمئة بين فقرة وأخرى ووسط تضارب التصريحات هذه يعيش الموظف العراقي اليوم بقلق بالغ بفعل رفع سعر الدولار والخوف من تطبيق الاستقطاعات في آن معا بفعل ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق فيما يعتقد مختصون أن الموازنة الحالية تواجه جملة من الاعتراضات في مجلس النواب وهذا قد يوخر التصويت عليها في حين يأمل المواطنون أن تتراجع الحكومة عن قرار فرض الضريبة على الرواتب تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قد يسهم في تقليل العجز المالي لبرنامج دينار حال الجميلي العراقية الإخبارية بغداد